اشتركوا في القناة ادى الفيديو فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة فهذا يساعدنا كثيرا اولا دورة المياه لا بد من الحفاظ على دورة مياه منزلك نظيفة بشكل مستمر والتخلص من الروائح الكريهة بها حيث لا بد من تطهيرها يوميا خاصة قبل النوم كما يجب عليك ان تحرص على ان يكون باب دورة المياه مغلقا بشكل دائم والحرص على عدم تعليق او وجود الملابس بداخل دورة المياه واذا قمت بوضع ملابسك في دورة المياه فلا بد من ابقائها تحت اشعة الشمس لمدة تزيد عن 72 ساعة ثم ارتدائها ضع الملابس التي تحتاج الى تنظيف في سلة خارج دورة المياه واحرص على عدم رش العطور او التبخير في دورة المياه ومنع التحدث داخل دورة المياه منعا باتا ثانيا عدم البكاء في دورة المياه تحضير لأي شخص يقم بالبكاء داخل دورة المياه فهذه تعتبر دعوة منك لادخال الجن والشياطين الى جسمك هذا ينتج عنه التأخر في رسقك وزواجك واصابتك بمتعب كثيرة في حياتك هذا التصرف ايضا سوف يجعلك دائم الشعور بالحزن حتى بدون اي اسباب وفي بعض الاحيان قد يؤدي هذا التصرف الى الاصابة بالصرع ثالثا الآيات القرآنية يجب عليك ان تتبع عادة وهي ان تقم بفتح جميع نوافذ المنزل كل ثلاثة ايام وتلاوة او تشغيل تشجيلا صوتيا لتلاوة سورة البقرة وعند اتباع هذه العادة سوف تلاحظ تغييرا في الناحية النفسية لاهل المنزل والتعامل فيه رابعا البخور عليك تبخير المنزل كل فترة بالحبة السوداء اي حبة البركة فهذه العادة تساعد على طرد الشياطين من المنزل كما انها تساعد على طرد الجرسين منه والحصد ايضا وقد اوصنا بهذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كما يجب فتح الشبابيك في المنزل اثناء التبخر وعدم اغلاقها نهائيا خامسا السرير يمنع تجميع الاغراض تحت الاسرة فيجب ان توضع اما في ادراج ملقة او فوق الدولاب ويجب ان تتبع عادة وهي ان تقم بالسنشاق نفس عميق فور السيقازك من النوم ويجب قبل النهض من السرير ان تلقي البسملة وكذلك الحرص على قراءة سورة الملك قبل النوم فهي تنجي من عذاب القبر سادسا الجلوس لا تجلس على مقعد قام من عليه احد لتوه كما لا يفضل كثرة وجود المرايا في المنزل وافضل مكان لوضع المرايا في مدخل البيت وكذلك قراءة اية الكرسي بعد كل صلاة شكرا لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا الاعجاب به والاشتراك بالقناة